السلام عليكم والآن وصلنا للجزء الأخير في حل أسئلة اختبار الوحدة السؤال يحكي لك يمثل الاقتران N of T 100 ضرب E قوة 0.45 بالألف T عدد الخلالي البكتيري في عين مخبرية بعد T من اليوم يعني T باليوم السؤال الأول أجد العدد الأصلي للخلالي في العين يعني شو يعني بداية التجربة فبداية التجربة بيكون عندي عدد أصلي يعني T تساوي صفر هي نفسها من يقول لك أجد العدد عنده إيش بداية التجربة فبده فعليا هاي السؤال رقم كم 23 السؤال 23 بده N 0 N 0 يحط مكان T 0 فالمية بظلها زي ما هي E 0.45 ضرب 0 فانشطت هاي كلها الصفر و E و الصفر انشطت هاي كلها واحد فصف عندي الجواب فعليا عبارة عن قديش 100 خلية بكتيرية إذن فعليا كان عندي 100 خلية بكتيرية تمام؟ بداية التجربة 100 خلية وهو فعليا معروف أنه هذا العدد هو العدد الإيش الأولي ال P E R T لو تذكر إذن هذا هو بداية الإيش التجربة بس حبيت أفرجي كل موضوع طيب أجد عدد الخلية بعد 5 أيام سؤال 24 بده N 5 يعني 100 E 0.045 ضرب 5 وبحسب بالآلة الحاسبة وبطلع الإيش الإجابة 100 في E قوة 0.045 و بطلع الإجابة بالآلة الحاسبة طبعا ممكن يكون هوم أعطيك هاي في الآلة الحاسبة كاتب لك مثلا علما أن E قوة 0.225 اللي هي 45 في خمسة تساوي كده فأنت بتأخذ الكده و بتضربه في كم في مية بطلع لك 100 كده تمام؟ فهو بكون ذاكر لك الإجابة في الإيش السؤال إذا هو بده هالإجابة طيب بعد كم يوم سيصبح عدد الخلية 1400 لأنه بطل يحكي لعن زي ما بحكي لعن العدد صار جاهز 1400 بعد كم وقت فبنقول سؤال 25 بده الجواب أنه يطلع 1400 لمية لمن؟ لمية إي قوة 0.45 ت الغي 100 مع صفرين يعني نقسم عمية عمية خذ اللين للطرفين تلتغل إيه فشو بصن عندي صفر فاصل صفر أربعة خمسة تي تساوي لأن الأربعة عشر اقسم على صفر فاصل صفر خمسة واربعين اقسم على صفر فاصل صفر خمسة واربعين بتروح هاي مع هاي بيعطيك جواب النهائي وبتحط له بعدها كلمة إيش يوم إذن لأن الأربعة عشر على خمسة واربعين بالأربع تمام؟ تمام برضو نفس الشي ممكن يكون معطيك لأن الأربعة عشر معطيك إلها جواب تقسمها مباشرة على خمسة واربعين بالألف بيطلع معك غير هيك تركها هيك وإجابتك صحة 100% بشرط أنك تكتب لوحدة المستخدمة تتيب اليوم تكتب له يوم تتيب الدقائق تكتب له إيش دقيق إذن هان سؤال خمسة وعشرين بعد كم يوم يصبح عدد الخلايا في العينة ضعف العدد الأصلي طب كم الضعف العدد الأصلي؟ الأصلي مية فىI صفر فاص. صفر اربعة خمسة T إقسم على مية تروح الصفرين بظل عندي الى 2 كيف كنت نسأل الإي ؟ خذ ال� لن بالطرفين يعني يسأل عندي لن على 2 تساوي صفر فاصل صفر اربعة خمسة T إقسم على صفر فاصل صفر اربعة خمسة إقسم على صفر فاصل صفر اربعة خمسة بيطلع لك جواب T رقم معين شو بتحط له بعديها يوم وبتكون هيك انت جاوبة السؤال مية في المية إذا مرة ثانية ويقول لي ضعف العدد الأصلي معناته 2 تساوي E قوة كم اللي يكون يعطيني إياه في السؤال وهيك هاي جاوبة السؤال قديش 26 طيب يقاس الضغط تجاوب بوحدة تسمى هكتوباسكال عالم اسمه باسكال هكتوباسكال ويبلغ هذا الضغط عند سطح البحر 1000 هكتوباسكال إذاً عند سطح البحر الضغط قديش 1000 هكتوباسكال ويتناقص بنسبة 12% لكل كيلومتر فوق سطح البحر كيلو بيقل 12% طب إذا قل 12% قديش بديو يضل عندي ممتاز 88% إذا راح 12% لكل كيلو فبيضل عندي 88% أنا لا أهمني من الذي يذهب، أهمني من الذي يضغل عندي طيب، أكتب إختران الإضم حلال الأسي عند إرتفاع H كيلومتر يسيد، يريدك إرتفاع H كيلومتر إرتفاع H كيلومتر إرتفاع H نعتبر أنه حلال H تي يسيد، مثلا أو حلال H مفروض أخذ لي حلال H يسيد أي H equal تمام؟ تمام، هس هو بلش قديش؟ بلش ألف واحد ناقص R، قلنا إذا هو بدي يروح منه 12% فبيضل عندي 88% 88% لكل H، لكل متر تمام؟ إذن هون بدك تضرب هذا الرقم في كم؟ في H يعني بدي يصير عندي كل رقم بدي ينقص عندي قديش؟ 12% فبدي يصير عندي قديش؟ اللي هي عبارة عن كل كيلومتر، يعني مثلا، بلشنا ألف تمام؟ بدي يروح 12% منها فبيضل بـ 88% يعني بيضل عندي 880 هاي بدي يروح منه 12% فبيضل عندي 880% كل مرة أضرب في كم أنا؟ في 88% اس كم؟ اس تي يعني كم مرة راح يروح الحكي هذا كل موجود عندي؟ هاي اقتران أضمنها طبعاً X، دعني نحط X معناته تمام؟ هو بدون ارتفاع H، دعني نغير الحروف بس، المعادرة صحيح، دعني نغير الحروف لأنه طالب مني ارتفاعي يكون H يا سيدي، هاي، ايش نحكي مثلا، F of H يساوي الألف الأساسية بيروح منه 12% يعني بيضل عندي 88% للارتفاع الكيلومتر فعند ارتفاع كيلومتر واحد بيحط هنا واحد بيضروح بيطلع 880 ارتفاع كيلومترين بيضلع هنا اثنين بيطلع لك الجواب البعض وهكذا، إذا مرة ثانية هذا الرقم الأساسي، اللي هو عند سطح البحر ألف الثانية وثمانين في المئة هي واحد ناقص 12% اللي هو واحطان إياها في السؤال S T لأنه كل مرة غوغل أصلا اختران S T واضح أنه لازم يكون فيها S ومعتمدة على الارتفاع فبيكون بدلالة H طيب عند أي ارتفاع قيمة الضغط الجوي نصف في النهاية، يعني بديوا إياها قديش 500 متى 500 تساوي ألف صفر فاصلة ثمانية وثمانين أس أج اقسم على ألف، اقسم على ألف ألف مع ألف تروح، 500 على ألف يعني نصف صفر فاصلة خمسة تساوي صفر فاصلة ثمانية وثمانين أس أج أنا بدي أج فمضطر أخذ إيش؟ لغارثم لهذا الأساس يعني بيصر عندي كالتالي بيصر عندي لغارثم صفر فاصلة ثمانية وثمانين أس أج الأساس صفر فاصل ثمانية وثمانين يساوي لغارثم صفر فاصل خمسة للثمانية وثمانين هذا حق كله بتكنسل بيصر عندي إيش؟ الـ H اللي أنا بدي إياها وهي بقدر أحولها للغارثمين لغارثم النص على لغارثم الصفر فاصل قديش؟ ثمانية وثمانين وبيطلع معي الجواب وفي الحال هاي بقوله كيلومتر الوحدة المستخدمة هي كيلومتر زي ما هو حدد لي إياها تمام لاحظ أنه مش مهتم كثير بموضوع الحساب على الكالكليتر لأنها مش مسموحة إلك في الامتحان طيب نشوف هذا السؤال تمام بقولك يمثل الاقتران S of X 400 زائد 250 لغ الـ X مبيعات شركة بألاف الدنانير من منتج جديد حيث X المبلغ بألاف الدنانير ركز الـ X بألاف الدنانير يعني بعد شوية ما نقولك 400 ألف فأنا فعليا قابت عامل مع كم؟ 400 ليش؟ لأنه قال لي المبلغ بالألاف ف400 ألف يعني المبلغ X 400 زي هيك وكان وX أكبر من واحد هاي القيمة الموجودة عندك إذا أنفق 1000 دينار هاي 1000 دينار تمام؟ فلاحظ 1000 دينار بنعوض عنها إيش؟ واحد بيربح قديش؟ بيربح 400 دينار 400 ألف فلاحظ 400 ألف أنا بستعملها على إنها قديش؟ 400 والـ 1000 دينار بتعامل معه على إنه إيش؟ على إنه واحد 1000 دينار تمام؟ طيب، بده S العشرة بده S العشرة آلاف فبالتالي أنا متطر أعوض هون مكان الـ X بكم؟ بعشرة وأشوف شو ممكن يسوي ليها فعلياً يمن يجي يقول لي هو عشرة أنا فعلياً شو متطر أستعمل؟ متطر أستعمل عشر آلاف يعني هو بقول لي عشرة بس هو قصده فعلياً كم؟ عشر آلاف فباجي بحوط مكان الـ X كم؟ عشر آلاف وين؟ هون خلنا أكتب لك هيها بهاي المنطقة هون هيك S العشرة تساوي أربعمية زائد ميتين وخمسين في لغارثم العشرة آلاف طيب، الآن يساوي أربعمية زائد ميتين وخمسين ضرب كم لق العشرة آلاف؟ ألا بما أنه ما في أساس يعني أساسه عشرة العشرة آلاف عبارة عن كم عشرة بعض؟ واحد، اثنين، ثلاث، أربعة فالجواب هون شو بدي يكون عندي؟ أربعة تمام؟ تمام؟ إذن، صار عندي الموضوع خمسمية أو أربعة ميتين وخمسين في أربعة ألف زائد أربعمية، يعني فعلياً قديش الجواب؟ ألف وأربعمية، بس هل من المعقول أنه إذا أصرف ألف يأخذ أربعمية ألف؟ وإذا أصرف عشرة آلاف ألف أربعمية، أكيد لا، طب شو الحل؟ الحل إنه بدي أزيد له آلاف الدنانير اللي قال عنها، فصفة فعلياً قديش؟ صفة مليون وأربعمية ألف، إذا صرف عشرة آلاف دينار على إعلانات، رح يطلع مليون وأربعمية ألف، إذن الإجابة هي عبارة عن مليون وأربعمية ألف دينار، تمام؟ إذا مرة ثانية، هو قاعد يقول لي إنه كل ألف دينار أنا بستعمل مع كانها رقم واحد، بعدين طالب مني عشرة، يعني عشرة آلاف، وبربح أربعمية، شو يعني أربعمية ألف، تمام؟ فلاحظ الواحد حطيته ثلاث أصفار، والأربعمية حطيته ثلاث أصفار، فمعناته العشرة بحط لها برضو ثلاث أصفار، وبعوضها، طلع لي الجواب ألف وأربعمية فقط، بس هيك، ألف وأربعمية، شو جيت حطيت له؟ ثلاث أصفار، يعني ليش بابديش أحط له؟ فشو صفة باية؟ مليون وأربعمية ألف، إذن فعلياً الشركة هاي راح تبيع أو راح تنتج، الكمية عفواً للمبيعات، راح تكون مليون وأربعمية ألف إذا أنفقت عشر آلاف دينار على الإعلانات، تمام؟ تمام، وهيك بنكون يا شباب، وصلنا لنهاية حل أسئلة اختبار الوحدة الأولى بشكل كامل، هذا الاختبار جاي في الامتحان الوزاري 100% بإذن الله تعالى، كل ما طلوب منك الآن بعد ما حضرت، تغطي الحل وترجع تحل من جديد وتقارن حلك بحلي، إذا عندك أي سؤال، أي استفسار، رقمي موجود معك دائماً وأبداً، 079-581-6617، اتواصل معي، وبإذن الله تعالى، كل أذان صاغية، وأظن معك إن شاء الله حتى تستوعب 100%، دمتم في حفظ الله، نحو المتين بإذن الله تعالى، اشتركوا في القناة